زخة مطر خفيفة عرت إنجازات السودان المزعومة من الناحية الخدمية حيث عادت المشكلة القديمة في غرق الشوارع وفيضان الأزقة في مدن وبلدات العراق هذه الصور قادمة من مدينة الحلة بمحافظة بابل حيث شك أهالي منطقتين حي العسكري وشارع ثمانين تحول الشوارع إلى برك بسبب انسداد قنوات الصرف وتهالك البنية التحتية هاي الأمطار كل سنة نعاني من عدها زين قطو عطلة زين هاي فائدة العطلة شنه ثاني يوم نفس الشي الأمطار دائر مدرسة الباب مال المدرسة يغرقان زين الطلاب مين تفوت شن الفائدة من العطلة زين غير يسحبون هذا الموين مثلين فالطريقة اللي يعالجون هاي الموين هاي الشارع كلها كل سنة كل سنة يغرق البيوت يطب بالمطار للبيوت وسايمكم هاي سايمة هاي هاي رسا أشوف هاي أول مطرة أول مطرة تعتبر بالشتاء مو يعني بعدنا مو بالواحد ولا بالثالث هاي أول مطرة وهاجي معنا احنا فلوس وسونا رح نسويها مسترقة على مدفيدنا المي هش وكت بالصيف القادم حركة السير في الحلة تكاد تشل مع هطول الأمطار وتصبح الطرق خطرا على السيارات والمرة أثرت مثل ما تقول أثرت هوايا أثرت علينا أول شيء مثل ما شوفها صباح السيارات ملاتنا كلها يعني تفلش من وراء الافروع والطسات يعني أول واحد أنا متأذي اليوم اليوم من خصوصا اليوم باع أول أول بنشرة نطق نعد من الصباحيات وبمناسبة قرب انتخابات مجالس المحافظات يتساءل المواطنون عن جدوى وجود مجالس بلدية طالما أنها لا تقدم أبسط الخدمات لهم يعني الوضعية المأساوية هاي جاي يشوفون الطيانة أنا عدي أربع جهال هنا بالمدرسة ولد اثنين وبنات اثنين يعني يوميا أرجحهم طيينين منها من وجههم ملابسهم ليازم للغسالة يازم يوميا ملابس شعارات براقة ولافطاتها سترسد الدنيا ويوميا يجيك واحد يقول لك أنا أسوي لك أسوي لك يا ذهب أنا مدري شنو أنا مجاري وتبليط وبرقبتي بس تنتخب حرام بعد لا أشوفه ولا يجي ولا أبد نهائيا الدورة تخابر عليها يسيد موبايلة صورة مدينة الحلة وقته طول الأمطار هي نسخة طبق الأصل عن بقية مدن العراق إذ إن المسؤول عن الإهمال جهة واحدة شكرا